وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وعندما مجموعة منهم قال why do you advise or warn a people whom Allah is about to destroy or to punish them with a severe punishment they the advisors said to be absolved before you lord and perhaps they may fear him وعندما جاءتهم من which they had been reminded we saved those who had forbidden evil وقاموا منهم الذين يسروا بشكل مدرسة لأنهم كانوا دفعاً تسوبياً. لذلك عندما كانوا يسروا عن ذلك التي كانوا يسروا منهم، قلنا لهم، وقالوا لهم، وقالوا لهم، وقالوا عندما يكون النبي قامت بأنه سيستمر بإمكانهم حتى الآن الرسالة الذين يسروا بهم مع الضوء الضوء. إنه يومك النبي هو خطي في المساعدة لكن إنه يسعى ومرسيح ونا نقوم بإمكانهم في العالم بأمانين من الناس منهم من أجل ومنهم من أجل ونا نقوم بإمكانهم بحيات وحياتهم لأنهم ستردون إلى الناس ونا نقوم بإمكانهم الذين قمت بإمكانهم حياتهم وخلقوا بإمكانهم سيكون لدينا. وإذا كما أنه يأتي لهم، سيأخذها مرة أخرى. لماذا لم يكن كذلك السرطة أخذ منهم؟ أنهم لم يقولون عن الله أخرى الحقيقة، ومعلموا ما كان فيها. ومع المنزل هناك أفضل للمساعدة الذين يخفون الله. لذلك لا تستخدم الحقيقة؟ لكن الذين يقومون بسرعة الحقيقة وإنقاذ الحقيقة، حقاً لا نستطيع أن نستخدم الحقيقة من المنزل.